شهدت البلاد اليوم حالة من الاستقرار النسبي في الطقس يأتي ذلك بعد أن ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية عصفة ماطرة مصحوبة بالرعض والرياح على رغم من حالة الطقس الغير مستقرة التي تمر بها البلاد على مدار اليومين الماضيين من أطول للأمطار مصحوب بالصواعق والعواصف الرعضية إلا أن اليوم الجمعة شهدت البلاد حالة من الاستقرار النسبي في حالة الطقس يأتي ذلك وسط توقعات لإدارة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة الطاران المدنية باستمرار حالة التقس الغير مستقرة مع هطول الأمطار وزيادة الرياح الجنوبية حتى منتصف الإسبوع المقبل وقالت إدارة الأرصاد الجوية أن غدا السبت سيكون التقس غائما جزئيا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مرة أخرى على أنحاء البلاد وتكون راعدية أحيانا لسيما في فترات الليل في ظل نشوب الرياح المتقلبة شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتتراوح ما بين 12 إلى 38 كم في الساعة وكانت البلاد قد شهدت منذ الأربعاء الماضية عاصفة ماطرة مصحوبة بالرعد والرياح على مناطق متفرقة جمالي وغربي الكويت ما تسبب في تعطيل حركة وسائل النقل في الشوارع وعلى المحاور الرئيسية ما أدى إلى ارتباك الحركة المرورية إضافة إلى تعليق الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة